وصلنا إلى الفن ورسومات فنية تعدد جمال الخطوط والأشكال والألوان لتكون رسالة توعوية تحمل مضاميين لقضايا اجتماعية هامة منا خطورة الزواج المبكر مع المشروع بعضنا صغار انطلقت في مؤسسة موجة تنموية من 6 شهر لأول مرة يستخدم الفن للتعبير عن قضية اجتماعية وهذا الشيء اللي نحكي عنه أكثر نحكي عن هالمشروع وأهدافه لهيك أكيد معنا فاطمة رومية المسؤولة عن تقييم مشروع بعضنا صغار وأيضا لين مسوتي المشاركة بالمشروع يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم صباح الخير يا فاطمة وصباح الخير لين يعني نحنا عم نقرأ هيك وعم نسمع جدا مشروع مميز وحلو رح نبلج فيه معك فاطمة تشرحي لعنه هيك بشكل عام كيف أجت فكرة المشروع؟ منين انطلقتي؟ شو كان عندك رؤية معينة دفعتك لأنك تعملي هذا المشروع؟ تمام هلا المشروع تابع لمؤسسة موجة تلموية اسمه بعضنا صغار بلاس 18 المشروع فكرته من أنه نسبة تزويج القاصيرات بسوريا هي ارتفعت خلال 10 سنين الماضية كانت 3% صارت 13% فكانوا أنه في كتير أصعدة خلت أنه هذا الشي يزيد فيه صعيد فردي فيه صعيد مجتمعي عائلة كتنظيم هيكلي كامل فمنه هون أجت فكرة المشروع أنه نحنا نوعي اليافعين واليافعات بأمور التزويج المبكر نعم لين أنت مشاركة بهذا المشروع خبرين شو شاركتي وخبرين عن هالمشاركة بقضية اجتماعية اليوم أول مرة يستخدم الفن بخدمة قضية اجتماعية ونحنا بنعرف الفن وعابر يعني أو رسولها كتير من القضايا وسفير لإله فاليوم كيف كانت التجربة؟ صحيح أنا شاركت بجداريتين مع موش بشكل عام كانت كان الموضوع عن الطفولة وعن الأحلام وكيف أنه لما نحلم بالمشتقبل بيصير عنا دافع أنه نحنا نتعلم ونوصل للمشتقبل بشكل أحلى هلأ أكيد الفن هو يعني هو عامل أساسي بالمجتمع دائماً نحنا عن طريقه منوصل الأفكار يمكن يكون يعني وصول الفكرة شوي ما له سريع بس دائماً بيكون يعني عم نبنى بطريقة منيحة يعني لما بيكون عم يوصل للأطفال فنحنا عم نبني طبقة هيك المشتقبل صحيح عم يوصلها بشكل أسرع نعم يعطيكي ألفة عافية نرجع لك فاطمة لنحكي أكثر يعني مثل ما عم نشوف ما بعد الحرب خلينا نقول أو مخلفات الحرب أو ظروف الحرب يمكن أجبركت كثير من الأحالي يمكن ظروف الحياة خلينا نقول فنحنا أمام مشاريع تنموية لتنمية العقول خلينا نقول وتوعية الأهالي اللي عواقب ونتائج الزواج المبكر حالات معينة ممكن أنتو تعرضو لونياها ومن صلب الحياة يعني الواقع يمكن للتنبيه أو للتوعية قديش عم تشتغلوا على هذا الموضوع؟ هلأ مراحل مشروع بعضنا صغار كانت منختلفة شوية عن هذا الشي تمام بلرجة الأولى نحنا استخدمنا المسرح التفاعلي حالو كانوا استخدام العلم بالترفيه فكانت الفئة المستهدفة هي من 12 إلى 18 عملنا دورتين تدريبيتين كل دورة استهدفت مدينة من مدن القلمون الغربي كانوا النبك وقارة هدول اليافعين واليافعات لما أخذوا التدريب هو مش بس كان على المسرح التفاعلي كان فيه على النوع الاجتماعي على العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصمة التمييز حتى لأنه التدريب شوي ممكن يكون آسي أو ممكن حدا يكون مارك بتجربة سابقة بحدا بالعيلة تحكي تجربته فتخلل التدريبات فقرة دعم نفسي تحكي عنه الضغوطات وطريقة التفريغ الصحيحة هدول اليافعين واليافعات هنه نفسه اللي يطوروا السكيتشات اللي يشتغلوا عليها المسرحيات بعدين يعني كل تقريبا خمسة هنه كانوا جروب مع مشرف طبعا وهنه نطوروا السكيتش تبعهم القصة تبعيتهم بنوها حسب ما لقوا أنه بمجتمعهم مثلا سبب الفقر هو بيعمل تزويج مبكر مثلا سبب غياب المعيل سبب انعدام التعليم مثلا طلعت البنت من المدرسة فصاروا بدون يزوجوها فكل جروب حسب هو مو شايف بمجتمعه بنى قصة وصارت السكيتش هدول السكيتشات انعرضوا بمدينتين مختلفتين مثلا جماعة النبك هنعرضوا بالنبك وبيبرود وبيمعرة يبرود جماعة قارة عرضوا بقارة وبعدين بالنبك نحن عملنا ست عروض لمسرح التفاعل حالو نعم لين يعني ضمن هذا المشروع لفت نظرك لوحة وصلت لإلك انت كالين كمشاركة بالمشروع فيه اشياء جديدة بهذا المشروع عملت بصمة بهذا المشروع اللي خدمت هالقضية وخاصة الزواج المكر اللي عم نشوفه عند كتير مصطبار اكيد هلا كل اللوحات كانت كتير جميلة كل اللوحة كانت متميزة بشي معين بس اغلبها بيحكي عن الطفولة كيف انه مثلا هاي المرحلة من الحياة انه حرام الواحد يقتلع تماما يقتلع او يحرم حدا منها فكل لوحة كانت متميزة بشي وكل لوحة كانت كتير جميلة وملونة وكتير طفولية نعم يعني ايضا كما عمنا نحكي عن كل مرحلة من المراحل شو بتتميز المرحلة السابقة المرحلة التالية عم يقولوا لي بالكنترول يمكن فيه تقرير رح نرجع نحكي عن هذا الموضوع ولكن خلينا نشوف التقرير سواه رسومات فنية تعدت جمال الخطوط والاشكال والالوان لتكون رسائل توعية تحمل مضامين لقضايا هامة منها مدى خطور التزويج الفتاة في السن المبكرة والتي جسدها شباب ويفعون على جدار ثانوية الشهيد الطيار محمد محسن ريا المهنية النسوية في منطقة النب كبير في دمشق ضمن مشروع بعض نصغار والذي اطلقته مؤسسة موج التنموية بالتعاون مع وزارة التربية لوحات فيها كتير تعبير وفيها كتير دروس بدها شوية شرح لحتى العالم تفهمها بس كلها بتركز على موضوع انه تكون العائلة مبنية بشكل صحيح التربية مزبوطة والبنة تهتم بمستقبلها العلمي وبيتكون عنصر منتج بالمجتمع في عنا مشكلة التزويج المبكر في الخرى والبلدات الصغيرة وهي الفكرة نحن نقول التزويج لانه نحن دائما عنا المشكلة انه الاهالي هنا بيفرضوا على اطفالهم امور اكبر منهم ومفترض انه نحن نعطيهم وقتهم نعطيهم خياراتهم نعطيهم حقهم في هذا الموضوع المبادرة هي عبارة عن التزويج المبكر وعن مخاطر هالفكرة وحاليا هي طبعا احنا الدولة دعم بهذا الموضوع بخصوص القانون لأحوال المدينة تطلع جديد وهو محارب فكرة التزويج المبكر من خلال المواد وهي الفكرة مساندة لهالشي تطلع من ادارتنا المشروع ضم مجموعة لوحات عن الزواج المبكر طبقت على جدار الثانوية بطول 150 مترا وذي مشاركة اكثر من 30 فنانا اللوحة تباعية بتحكي عن قصة حياة بنت من طفولة للشباب وكيف حققت احلامها وتدرجت هيك لحتى حققت ذاتها وبالنهاية تزوجت لانه كانت يعني مشيت كل مرحلة بمرحلتها وما حرقت مراحل حياتها حبيت شارك بهالفعالية حتى نوصل رسالة لبعض الناس عن التزويج المبكر يعني هاي طريقة جديدة لنوصل فكرة للعالم انه هالشي غلط المشروع له ست شهور الجدارية هي ختام هذا المشروع المشروع كان من خلال تدريب يافعين ويافعات 65 يافع ويافعة بالبداية من مدينة النبك على موضوع المسرح التفاعلي مشروع بعض نصغار الذي يهتم بقضية الزواج المبكر ولد منذ ستة اشهر واستخدم الفن كادات لإيصال رسالة مجتمعية لتصل الى اكبر عدد ممكن من الناس يعني فاطمة مشروع كتير مهم وجداري يعني توعوي خلينا نقول اليوم شو مينقص هيك مشاريع حتى تنتشر بشكل اكبر بسوريا خاصة في عنا كتير من القضايا الاجتماعية اللي لازم تتعالج يعني الفن احدى الوسائل لمعالجتها هلا توسيع الشريحة المستهدفة والشريحة الجغرافية حتى كمؤسسة موجية ما فيها تخدم غير مدن القلمون الغربي يعني بعدنا بمساحة صغيرة كمشروع على الارض بينما المشاريع الاعلامية هي لموجهة لكافة الشرائح السورية مشروع بعضنا صغار فيه شيء على الارض مثل تدريبات وفيه شيء هو اعلاميا على المنصات الخاصة بموج فلي بدنا اصلا نوسع الشريحة الجغرافية شوي لنقدر نوصل للاشخاص اللي هن اكتر حاجة لهذا الشيء اكتر حاجة بالتوعية بهذه الامور التنموية نعم يعني ايضا لين اي حدا بدي يشارك بمشروع بدي يكون له سبب معين حتى دفعوا للمشاركة احيانا الرسالة معينة احيانا تجربة معينة فنحكي ليش شاركت هلا السبب الاول للمشاركة هو الموضوع موضوع التزويجي نبكال هو موضوع كتير يعني كتير مهم انه كتير مهم انه يعني يقضى عليه بالمجتمع صحيح لانه هو عامل اساسي لتخلق المجتمع برأيه يعني بتخيال انه تطور المجتمع كتير مرتبط بهذا الموضوع لما انا بيكون عندي اهل صغار عم يربوا جيل جديد ما عندهم هاي الخبرة هل هي حالات معينة؟ يعني مرأ عليك حالات معينة؟ اكيد ما رأيك من حالات معينة؟ اكيد مرأ حالات كتير بس أنا بشوف كتير أفلام عن هذا الموضوع فيعني الأفلام عم تكون يعني عم تورجي الجانب المأساوي من هذا الموضوع هو مأساوي يعني كتير مأساوي هو مأساوي نعم فاطمة شو بتحبي توجه هيك كلمة أخيرة يعني بهذه القضية اللي هي قضية اجتماعية تخدم عبر لوحات جدارية لتوعية فئة من اليافعين مثل ما قلت حتى يتبنوا أفكار فعلا واعية يعني يكون في حذر من بعض القرارات الممكن المجتمع يفرض عليهم هلا اللي بميز مشروعنا هو إشراك أصحاب المصلحة اليافعين وأهلهم هنا كانوا مشتركين فهذا الشي بيخليون يحسوا أنه هنا مسؤولين على الموضوع فهيك نحن ضمننا الاستدامة الدائمة لهذا الشي فاليافعين نفسهم حيصقفوا غيرهم والأهل وهكذا فرسالتي بهذا الشي إنه موضوع التزويج المبكر نحن نحب نقول تزويج مو زواج لأنه التزويج هو شكل قصري أجبر أما الزواج فهو بالإرادة الكاملة واليافع أو اليافع ما بيكون عندهم إرادة كاملة صح يالين تقييمك للمشاركتك بهذا النشروع شو تقييمك؟ تجربة كانت رائعة تعلمت أكيد كتير منها بتخيل أنه المشروع كان ناجح كونه شاركوا معنا يافعين ويافعات قدرنا نوصل للشريحة اللي نحن اللي بدنا ياها بتخيل وبشكل عام يعني الرسومات كلها كانت جميلة يعني الرسالة اللي بدنا نوصلها بتخيل أنه وصلت إن شاء الله يا رب نعم يعني نحن كتير فرحانين بوجودكن وأنه فعلا بلشتوا بمشروع يخدم قضية اجتماعية مثل ما قلنا التزويج المبكر هو عادة قديمة جديدة لا زالت موجودة بالمجتمع وحلو كتير أنه نوعي عنا عبر الفن أنا بدأت شكر وجودكم بدأ لكم إن شاء الله بنشوفكم بمشاريع تانية عم تحكوا عن قضايا اجتماعية وحتى بتخص اليافعين والمراهقين لأنه فعلا كان أكثر تأثرا بالفن مثل ما قلته شكرا لوجودكم المصفائي يا رب شكرا لكم يا رب شكرا لكم وقداش حلو نشوف صبايا بمقتبل العمر عندهم هذا الوعي لا يقدروا يبعملوا مشروعه لهو نشر الوعي للتزويج المبكر لتحمل مسئولية يمكن طفل يتحمل مسئولية وعبئ بيت فهو يمكن موضوع جدا مهم لتصلتو الضوء عليه نورتي صباحنا فاطمة ونورتي صباحنا شكرا لكم